تراجعا واضح بتقييم عيانتي قادة الرأي والوطنية لأداء حكومة الدكتور هاني الملق الثانية بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها وفقا لما أظهره استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وكشف الاستطلاع أن 68% من أفراد العينة الوطنية يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ فيما رأى 69% من المستجيبين من عينة قادة الرأي العامة أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ لتقييم أداء حكومة هاني الملقي في الشارع الأردني أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع للرأي حول ما إذا كانت الحكومة تسير بالطريق الصحيح أم العكس مقارنة نتائج الاستطلاع بين عام 2018 و2017 أظهرت انخفاض نسبة من يعتقدون أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من 41% في 2017 إلى 31% هذا العام 68% من العينة الوطنية وتسعة وخمسون بالمئة من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة تسير بالاتجاه الخاطئ لهذا العام مقارنة بـ 58% في العام الماضي 78% منهم عزوا هذا التراجع إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أنا أعتقد أنه مهم جداً للحكومة أن تأخذ هذا الاستطلاع وتخرج بخلاصات منه طالما هو الوضع الاقتصادي يعني الوضع الأساس قد يكون هناك حاجة إلى مراجعة للسياسات الاقتصادية قد يكون هناك مراجعة للإجراءات التي تم اتخاذها وتفكير بطرق مختلفة لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين أما قدرة حكومة الملقي على تحمل مسؤولياتها فأظهرت النتائج أن 30% من العينة الوطنية و37% من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها فيما يعتقد 29% من العينة الوطنية وأربعون بالمئة من عينة قادة الرأي أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية